السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حسين ربيعي في هذا الدرس سوف نشرح عن الدايناميك لينك في الفاير بيس طبعا قبل أن أشرح الدايناميك لينك دعني وضح لك مفهوم معين ثم أعود لأشرح لك الدايناميك لينك شرحنا في الدرس السابق عن الهوستنج وبينا كيف نرفع موقعنا وظهر بهذا الصيغة وبينا كيف نصلي صفحة ثانية موجودة فيه اللي هي offers وبعدها وضحنا إيش وضحنا أنه كيف نكون صفحة اعتيادية layout ونضع بها web view ونقوم باستعراض هذا الموقع داخل web view شي جميل وما أعدي بيه أي مشكلة ولا أنت عندك بيه أي مشكلة والموقع عندما ظهر ظهر بهذا الشكل الآن السؤال يطرح نفسه ماذا لو أردت أن أو أردت أن ترسل رسالة لشخص معين أوكي أنا كشخص أرسلت لك رسالة وفي هذه الرسالة أرسل لك رابط الموقع أوكي صفحة الأوفر المفروض عندما أرسل لك إياها المفروض أنه الشخص لما أسلم الرسالة والتطبيق عنده وهذا الرابط معرف عند ذلك التطبيق المفروض ما يروح يفتح لك التطبيق أو يفتح لك الرابط في الـ web browser المفروض يفتح لك هذا التطبيق المفروض عندما أطلعا على الرابط يعرض لإسم التطبيق الخاص بيه اللي يمكن يفتح هذا الرابط لماذا؟ لأنه مرتبط به إذن لو جيت اختارت التطبيق و just now just once المفروض أفتحها الصفحة أوكي المفروض أيضا لو جيت ارسلت لصفحة الأوفرز أيضا يفتحها في ذلك التطبيق وكيد عني يوضح لك يا كيف أرسل للآن الصفحة الأساسية المينيو لو جيت فتح الصفحة الأساسية just now وأيضا افتح ليها فتح للصفحة الأساسية إذن فكرتي الآن من هذا اللي أريد أسوي يعني إيش؟ أريد عندما أرسل لرابط وهذا الرابط معرف داخل التطبيق معي يعني يفتح ليها وأبسط شي مثلا أنا عندما أعمل شير لينك خاص عندي تطبيق قصص وأيضا أعمل شير لقصة مع أصدقائي فأصدقائي عندما يضبطون على القصة المفروض تنفتح في التطبيق الخاص بي ما تنفتح في في الوبوبي فيو فتنفتح في التطبيق الأفضل فقبل أن أذهب لمفهوم الديناميك لينك دعني أوضح لك أنا كيف أعملت هذه الحركة حتى أعمل حركة مثل هذه في البداية أذهب هنا في المينفيس وأضيف هذه الأسطور في أي اكتيفتي أريدها أريد أن التطبيق ينفتح أضيف مجموعة من الأمور ما هي دعني أضيف لكيها الأول أضيف أندرويد أضيف أكشن أندرويد انتين دي فيو يعني عرض ثم أضيف الديفولت اللي هي الكاتيجوري ثم أضيف كاتيجوري من نوع بروسر ثم أضيف الداتا الداتا ما هي من هو الهوست الذي أريد أن تطبيقي يكون معرف عليه فأنا أعطيت هذا الهوست اللي هو نفسه هذا الهوست إذن الآن متى ما جاء هذا الهوست في أي آريل سوف يقوم بتمرير لهذه الأكتيفتي أوكي؟ ليش؟ لأنه أنا أعطيته اسم الهوست وقلت له إذا كان الرابط HTTP واسم الهوست وإذا كان HTTP Secure يعني HTTP Secure الآن لوجيت والدليل على كلام لوجينا هنا عندما كان رابط نفسه لوحده هذا الرابط لوحده بدون كلمة OFFER لما ضغطنا عليه فتحنا إياه طلع لي التطبيق وأيضاً لما جاءت ضغطت عليه ومعاك كلمة OFFER .HTML أيضاً افتح ليها بالتطبيق السبب ليش؟ لأنه هذا اللينك أنا عرفته هنا عرفته أنه هو كهوستينك وكبروسر إذن تلقائياً الOS النظام بالتشغيل يعرف أنه هذا اللينك المفروض ما ينفتح بالWebView المفروض ينفتح في تطبيقي إذن أنا لما جاءت تطبيقي سوف تمرر data فهنا data كيف أعرفها؟ كيف أعرف أنه هذه الصفحة اللي رادها هي الهوم وكيف أعرف الصفحة هاي اللي رادها هي الأوفرز أوكي العملية سهلة هنا أيش أقول له فقط أعمل try وأقرأ من الانتينت أكيد هو لما نجيه دزلي لما هذا ضغطت عليه سوف يمرر داخل الانتينت يمرر ال URL فأخذ ال URL من الانتينت وحمله في الWebView هاي في حالة أكو data إذا ما أكو data ما راح أعمل هذا الشي أنا أوكي يكيد لين هو try فإذا كان null ما راح يعمل هذا الشي فالعمل اللي جاي الصير الآن لما جاي شغلنا أشغل لما شغل التطبيق بشكل طبيعي بدون أي شي سوف يفتح لي صفحة الهوم الأساسية لكن لما أفتح التطبيقي بواسطة المسج اللي جايتني إيش يعمل لي يعمل لي حسب نوع المسج لما جتنيها مسج بهذا الشكل أوكي فتح لي إياها الصفحة هذه ولما جاني مسج تلك فتح لي هذه الصفحة السبب اللي عملنا إياك كما قلنا أنه بكل بساطة أنه مجرد ضفنا له هذه الأسطر في الWebView شي جميل الآن النقطة المهمة اللي يجب أن نفهمها في الدايناميك لينك في الدايناميك لينك إيش الفكرة؟ أنت لما أنا عملت لك share للينك معين لينك معين هذا اللينك لمقالة في تطبيقي فالدايناميك لك إيش يعمل إذا أنت التطبيق عندك يفتح لك اللينك داخل التطبيق وإذا ما عندك اللينك ينقلك إلى المتجر ويقولك يعمل download للتطبيق إذا شي مفيد أنه زيادة في الdownload للتطبيق الخاص بك وأيضا بيع عشرات الميزات هذه أبسط ميزة أنا شرحتها لك لو تجي على الدايناميك لينك فيه الكثير منها أنه هذا اللينك اللي أنت عملته عسي مثلا أنا عامل لينك قبل قليل أعرف هذا اللينك منه ضغط عليه لو جاء ضغط عليه أعرف يقولك 14 شخص ضغط عليه ويعطيك تفاصيل على هؤلاء الأشخاص وأي شخص بهم ضغط على هذا الإعلان وعمل تسجيل authentication يعني عمل تسجيل بوسط فيسبوك تويتر جوجل كروم جيت هاب اللي موجوده في الفاير بيس سوف تستطيع أن تتبع داخل تطبيقك وهذا يفيدك بالإعلانات يعني تكون شورت لينك وتضعه يصلك لصفحة العروض على سبيل المثال وتعرف في أدورد وتعمل إعلان أقصد أو تعمل إعلان في الفيسبوك وتنقله لصفحة معينة أخرى فتعرف من هم الذي جاءك من الفيسبوك ومن هم اللي جاءك من أدورد يعني إذن مانجميات إذن حتى نبدأ بالعمل الخاص منها بكل بساطة عندما نكون هنا كده أغطينا صفحة معينة نضغط Great فكل أسوي Great New فسمي إيش Android ما هو اسم اللينك سمي Android Link ما هي الصفحة إذا يوديني إلها الصفحة عندما يتم تضغط عليها أوكي أقول له يوديني هذه الصفحة المين أوكي الآن هذا أضعه هنا ما هو اسم التطبيق أكيد اسم التطبيق الخاص به هو نفسه فأغطي Great يكون لي Link الآن ترى كون لي هذا اللينك هذا هو Link Short Link هذا هو Link قصير لو جيت وضعتها في البراوسر المفروض ينقني إلى صفحة الأساسية اللي عملتها ليش؟ لأنه هذا Short Link فلما ضغط عليه حون إلى هذا لماذا؟ لأنه كما ترى إنه لو جيت هنا إنه هذا اللينك الأساسي يعني اللينك الحقيقي هذا اللي راح أروح له لكن اللينك اللي يظهر أمام المستخدمين هو هذا المفروض المفروض هذا اللينك لما أقوم أرسله أنا للتطبيق الخاص بي إيش راح يصير؟ أنا إيش أعمل في الفائر بايس المفروض هذا عندما ضغط عليه فيكون عندي Google Play Services اللي هي بعد اصدار تسعة فاما بعدها هي ذكية كفاية لتفهم من خلال هذا اللينك إنه تحلل اللينك عن طريق هنا هذا التحليل الموجود هنا تعرف إنه من هو التطبيق المفروض تشغله وماذا تمرر لذلك التطبيق هذه اللي تتم بواسطة Google Play Services فإذا كان هذا التطبيق موجود في الهاتف تفتح لك هذا اللينك داخل التطبيق إذا كان تطبيق ما موجود في الهاتف راح تعمل لك ريدايريكت المن للجوجل باي أقول لك أعمل داونلود التطبيق وضحت النقطة توقع والأمر سهل جدا حتى نبدأ بالعمل أتوقع كالعادة نذهب هنا ونقل لـ Documentation ففي الـ Documentation الجزء الأول نختار Android ومن الـ Android نضيف هذا الـ Lines هنا الـ Back وضيفه في الـ App هنا وأضغط Mandolings نقطة رقم 1 يقول لك تأخذ هذه المجموعة Lines وين هم هذه الـ Lines وتضعهم بالـ Filters أنا أساساً واضحهم في الفلتر الخاص بي واضحهم أنا هنا يعني مستخدمهم في عمليا ثانية وضعتهم مستخدمهم في العمليا السابقة حسناً الآن أذهب في الأسفل لما أعد هذه لما أعد أحتاجها هذا الجزء أوقفه لأنه الآن سوف أبدله بشيء أفضل الـ Web Services الآن أوكي هذا وقفته لأنه يجب أن تفهم بكل بساطة أنه الـ Deep Link هو الـ Link الحقيقي والـ Short Link هو الـ Link اللي تعطيه لمستخدمين أوكي الآن هذه فقط نعرف فأكد هاي Google API بهذا الشكل GoClient API تعرفهم كلهم App Invent كل هاي النقوصات تقوم بعمل Initialize Results مجرد مجموعة فقط تعمل لها تعمل لها حتى يقوموا بإكمالها هذه ما عدت تحتاجها الـ Link الحقيقي اللي راح يجي راح يجي هنا الـ Deep Link كما اتفقنا ما هو الـ Deep Link قلنا أنه وعيد لك إياها أنه عندما تيرسل هذا الـ Link القصير تضغط عالية فإنه Google Play Services هي ذكية كفاية لتفهم أنه هذا هو الـ Link الحقيقي فتعرف إذا كان التطبيق موجود تفتح لك هذا الـ Link وإذا هو هذا الـ Deep Link الذي سوف يمرر بالشكل للتطبيق إذن أوكي كل الذي أفعل الآن هذه اللوت فقط أخذها وأضعها هنا وخليه تحمل للـ Deep Link أوكي الآن أتوقعك شيء تمام هنا فقط ترى أن هذا خطأ لأنه نحتاج أن أضيف بعض الـ Setting هنا بعض الـ Import فقط أقول له الـ Emplement المن اللي أتوقع جوجل بلاي هذي 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 توقع Google Play . On ويقول لك هاي تحتاج بعض الامبليمنت قلوا امبليمنت ميثودس مجرد امبليمنت معين حتى هذا الارور يذهب الان خلاص افتهمنا ان التطبيق سوف يعمل لما يعمل التطبيق بالشكل الاعتيادي سوف يحمل لي صفحة الاوفر بالشكل الاعتيادي بدون لينك ينقلني له في حال انه يعمل عن طريق انه اللينك ذاكي الديب لينك يتم الضغط عليه سوف يفتح لي الديب لينك اللي هو كما قلنا اللي هو تفسير اللي هو سوف يحول لهذا الشورت لينك اللي يمررنا ويأخذ هذا اللينك ويعرض لك في داخله اذا ببساطة اعمل رن ليارى النتائج اوكي هاي التطبيق بصورة طبيعية فتح لي صفحة الاوفر المفروض المفروض انا الان لو ذهبت ايش الى المسجز وضغطت على الرابط الخاص بهذا الشورت لينك سوف اضغط علي يقول يبين انتو تفتحها نعم جوجل باي سيرفزز دماذا لان جوجل باي سيرفزز راح يفتح ليها بالتطبيق الخاص بي لان هو اللي راح يترجمه انظر فتح لي الصفحة هاي الاساسية لانه هي اساسا هي التي سوف يترجمها طبعا قد تواجهك مشاكل في جوجل باي سيرفزز التواصل الاجتماعي والامر الثالث تعمل لايك نعم اعمل هذه الامر الثلاثة قبل ان تذهب واهلا بك طبعا قبل انتو تحضب